بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم مع ازاي المتابعين والمشاهدين يتجدد معكم الموعد عبر اليوتيوب وقناة الاعلامية عبد الناصر زدان وقناة كورة بلدنا باتشرف بان اكون موجود مع حضراتكم وهذه تغطية رياضية واهم الاخبار واهم المستجدات في الساحة الرياضية كل السنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم ويا رب نكون موفقين في الوجبة القروية اللي بنقدمها لخضراتكم ودايما يا رب نكون عند حسن الظن بنشكر كل الناس المحترمة اللي بتدعمنا واللي بتشترك في القناة وما تنسوش تعملوا لايك وشير لفيديوهاتنا وفعلوا زر الجرس ويعني دايما 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 يا رب نكون عند حسن الظن عندنا اخبار كتيرة وكواليس كتيرة لكن خليني ابدأ مع حضراتكم طبعا بيعني تداعيات حلقة قهربة مع رامز جلال ورامز مجنون رسمي يمكن يعني قامت الدنيا ولم تقعد وكل قاعد يهاجم رامز من الناحية القلعة البيضاء لكن من ناحية القلعة الحمراء فالنادي لالي ما عندوش اي مشكلة لاعب واستازن وراح سجل بل بالعكس جماهير النادي لالي مبسوطة فرحانة بكلمات كهربة والكلام المحترم اللي قاله في حق النادي لالي وده بيحضر التمرين قبلها بساعة وبيلعب اساس يلعب احتياطي ما عندوش مشكلة حتى لو يشيل الكور كل ده قاله كهربة اسعد بيه جماهير النادي لالي لما رامز قال له انت مرة سجلت معك كنت في الزمالك ومرة سجلت معك في لالي قال له انا في لالي مبسوط مرتح ده بيتي كل الكلام ده اسعد بالفعل جماهير نادي لالي بينما جماهير نادي الزمالك جماهير نادي الزمالك حزينة جماهير نادي الزمالك وبالتحديد رئيس نادي الزمالك والمشرف عام على القرى وبعض الجماهير المنتمية لنادي الزمالك هاجمت اللاعب من خلال السوشيال ميديا ويعني بعض الناس المنتمين لقناة النادي طلعوا انتقدوا ولو انت بتلعب للمادة بس مش هنرد على الناس دي لان احنا بنكن كل تقدير واحترام للجميع والعايز يتكلم يتكلم. لكن المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك طلع ولا كنت بدي فلوس من جيبي الكهرباء غير اللايحة. لما مش عارف يجيب جوم بياخد كام ولو عمل باصة حاسمة بياخد كام. ازا الامور يعني دي مش حاجة المفروض يفتخر بيها بل بالعكس. ده يؤكد ان هناك عدم مساواة بين اللاعبين في نادي الزمالك. يعني يمكن في النادي الاهلي اللايحة لايحة والكل بيمشي عليها. من اعلى نجم اكبر نجم لا اصغر لاعب. لكن لما يبقى لعيب معين ادي له فلوس. لعيب معين ازود له ادي له. ده بيعمل عدم مسواة بين اللاعبة تبدأ النفسيات تبدأ الامور تشتغل. يبدأ الانانية تبدأ الامور مش واضحة. فيمكن تصريحات المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك يعني حتى لو كانت صحيح انا معرفش الموضوع ده صح ولا صح. ولكن انا ببصلها من منظور تاني. هي مش حاجة حلوة انك بتدي لعيب فلوس بزيادة كده اه يعني اللايحة بتاعت الفريق. اكيد بتعمل عدم وسواه وتعمل مشاكل ما بين اللاعبة واللعيب يقولك اش معنى واش زاي يعني امور طبعا انضباطية وانا بتكلم عليها من حكم المراقب. يعني في النادي الاهلي ماينفعش يكون حاجة زي كده. في النادي الاهلي ماينفعش ادي مكافيات للعيبة ولعيبة لا. ماينفعش في النادي الاهلي اعمل اللايحة المجموعة ولجموعة لا. ماينفعش اقول مسلا اللاعيب اللي هيجيب هدف ياخد كزا فيها اولى يبقى كام ولو الفقى الرابعة يبقى ياخد كام مفيش كده في النادي الاهلي. فانا لو بتقيسوا الامور لا الامور بتفرق. في الوقت اللي الناس كلها بتتكلم على حالة رامز وامير وما زال الهجوم مستمر من الناحية البيضاء تجاه رامز جلال والقضايا والفيلم ونقابة الاعلاميين والاستسطر السعدة بيان ومشاكل وضع البرنامج شغال والامور زي الفل والدنيا جميلة. وحتى لو البرنامج توقف يا جماعة هيطلع على اليوتيوب وهيطلع على البرامج التطبيقية يعني يعني لن تقدروا على ايقاف هذا البرنامج. البرنامج شغال تتفق تختلف عليه عندك الرموت. ما تتفرجش تتفرج على حاجة تانية. هو رامز بيكبرنا نتفرج عليه. يعني هل هو رامز جلال بيكبرنا نتفرج عليه? فراجل ما بيكبرناش. فخلينا نتفرج العايز يشهاد يا شهاد العايز ينتقد ينتقد. تتفق تختلف مع البرنامج. دي اه يعني هو ده مطلق الحرية. لكن بدون هجوم بدون سب بدون قصف بدون الخطفة عرام بدون التقليل من الاخرين. فاعتقد الامور واضحة. من ضمن النقاط برضو اللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم ويمكن الامور في النادي الالي متسارعة بعض الشيء. موضوع اه يعني قبل ما اخدكم لاخبار النادي الالي بالتحديد الجروب الواتساب اللي معمولة على التحاد القورة المصري. او بمعنى صح اللي عملوا الاندية. الاندية بتدوا يعملوا جروب واتساب واتكلمنا فيه مع حضراتكم منزو مدة. والحج محمد نصلحي رئيس نادي الاتسحاد السكندري اه يعني ظهر وفي تصريحات فضائية افشى السر. وقال لك تلتاشر نادي موفين على الغاءة الدوري العام بيتصدرهم الايه? الزمالك. تلتاشر نادي يسعب وقوة للغاء الدوري العام. وبيتكلم ان احنا عايزين نتكلم مع اللجنة الموقعة او عايزين نتكلم مع الوزير. يعني تتفق تختلف مع وجهة الرأي لكن وجهة نظر الشخصية لابد من عودة الدوري العام بمحاذير. وده اللي قاله رئيس اللجنة الطبية في الدوري العام وفي الاتحاد القورة في وزارة شهاب ورياضة. رئيس اللجنة الموقعة قال لك ابتدينا ناقش تداعيات وفكر ازاي الدوري يرجع. خلينا في النواحي الايجابية. لكن في تلتاشر نادي زي ما الحج محمد مصرح يقال بيتصدروا المشهد من اجل الاغاء بطولة الدوري العام. اي ان كانت البطولة هترجع ولا مش هترجع? لازم اللجنة الموقعة يكون لها دور ويكون لها تواصل مع الاندية. اعملوا ميتنج يا جماعة عبر الفيديو كونفرنس زي ما النادي الاهلي عملوا. عودوا مع الوسائل الاندية. عودوا مع مديرين التسويق في الاندية. عودوا مع اللعيبة. عودوا مع الناس. اتكلموا معهم. خلوا فيه لازم يكون فيه تواصل ما بين اللجنة الموقعة. لكن واضح ان اللجنة الموقعة طبعا اكيد مجهولة بالاعداد للملفات. الانتخابات هتبقى على لمدة سنة ولا اربع مواسم. طب اللايحة طب القانون طب خمسة وتسعين نادي طب تمان سنين باندل تمان سنوات طب اللايحة النهية عاملة ازاي? اتحاد القورة والناس في اتحاد القورة مجهولين بالاعداد للانتخابات القادمة. لان اكيد الانتخابات القادمة هتبقى حاجة يعني ضرب نار زي ما بيقولوا. لان انتخابات اتحاد القورة القادمة ستشهد منافسة شارسة جدا. لكن دايما لما بنتكلم في الانتخابات بنراهن على وعي اللي بينتخب. وعي الجمعية العمومية. وعي رؤساء الاندية اللي بيدب اصواتهم. هنتبع مع حضراتكم هذا الملف. يعني يمكن الناس عادت تتكلم الدوري المغربي الدوري الجزائري. حتى هذه اللحظة ما فيش امور بسبب آآ يعني آآ بسبب الاصابات. نتمنى بس الامور تعدى على خير والامور تبقى احسن واحسن واحسن. يعني في ظل انتشار فيروس كورونا. ولو بقى النهاردة يعني منذ ساعات ودارة الصحة اعلانت تسجيل 358 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. فاعلى رقم منذ قدوم فيروس كورونا المصر. 358 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا. فنتمنى بس ربنا يحفظ مصر والامور تعدى على خير. واحنا لما بنتكلم على عودة الدوري العام فابنتكلم عودة الدوري العام اكيد بمحاذير واكيد بما يترأى مع رؤية الحكومة ورؤية وزارة الصحة المصرية طيب خلينا نتكلم كده على بعض الأخبار في النادي الأهلي وأخدكم تاني في موضوع جاكسوموليكا المهاجم ماذين بيكون غولي لأن الناس ما بتتكلمش غير عليه والنادي الأهلي خليني برضه أوضح لحضراتكم رد فعل النادي الأهلي ايه؟ النادي الأهلي لم ينفي أن اللاعب موجود على طاولة لجنة التخطيط في النادي الأهلي لكن في نفس الوقت النادي الأهلي أكد بأن ما فيش مفاوضات رسمية مع اللاعب ولا مع نادي بمعنى بمعنى أن من حق لجنة التخطيط تتفرج وتشاهد وتبص وتقارن لكن طالما ما فيش مخاطبات رسمية بل موضوع واضح ويمكن مازين بيكون غولي طلع بيان ونفع اي وجود مفاوضات مع نادي الأهلي ده منذ فترة فجاكسوموليكا لعب وفروض مهاجم كويس عنده عشرين سنة صغير لجنة التخطيط بتتفرج عليه لكن مستر فيلر مداش الأوكي وما فيش اي جديد بشأن يعني المفاوضات الرسمية معاه لكن فراس شواط مهاجم الصفاقسي التونسي تقال كتير لكن انا بتكلم بقى مع حضراتكم وبابسوم بالعشرة لا خارج حسابات النادي الأهلي ومش معروض ايضا على لجنة التخطيط يعني لما يبقى اللعيب لجنة التخطيط حطاه من ضمن اسماء دوارة دي بقى فيه مفاوضات معه بعد كده لكن فراس شواط مهاجم الصفاقسي التونسي مش موجود من ضمن يعني قائمة لجنة التخطيط في النادي الأهلي او مستر فيلر مش من ضمن اللعيبة اللي بيتفرج عليها وبيناشر في نفس الوقت مستر فيلر طلب من النادي الأهلي معرفة موقف الدوري العام ايه وراجل عايز يعرف هو احنا موقفنا ايه الدوري راجع ولا مش راجع هنوقف وستوب ولا ايه الكلام مستر فيلر يريد تحديد موقف الدوري العام وكمان الراجل عنده حالة من الاستياء بسبب اللي شافه من اللجنة المؤقتة يعني هو مبسوط جدا من مصدر مقرب ليه جدا من الحالة الطبية في مصر والوعي والدنيا والاجراءات وده كل لكن مستغرب من الاتحاد القورة مفيش تواصل مع المديرين الفنيين مفيش تواصل مفيش لجنة أندية مش عارف الموقف ايه مفيش بلان بي مفيش حلول مفيش مقترحات فهو متدايق شايف الصورة عتمة فعايز يعرف الموقف ايه ده مستر فيلر ومش عارف ايه الكلام فمستر فيلر بيطلب من نادي الله يا جماعة حددوا لي الرؤية قولوا لي الأجانب موقفهم الموسم القادم قولوا لي ايه الدنيا ده ماشي ازاي فالنادي الله لي بيتحرك علشان عايز يعرف عدد الأجانب الموسم القادم عشان هيفرق معاه مين مكمل مين مش مكمل عايز يعرف كمان موقف رمضان صبحي وده اللي انا قلت لكم ان الكابتن محمود الخطيب كلف نادر شاوي في البدء في مفاوضات غير رسمية لكن بيجس نبض هيدرس فيد الانجليزي بشأن شراء اللاعب او تجديد عرضه كمان كابتن محمود الخطيب خلال ايام هيكون وربما خلال الاستعاد فيه اجتماع مع الشؤون القانونية في النادي اجتماع مع الشؤون القانونية في النادي كزا ملف كبه اول ملف ملفه عبدالله السعيد هيعرف القصة وصلت لفين وتدعيات الموقف قلت لكم كان فيه عقد ثلاثي الاهلي والتحجات ده السعودي واللعب اي حد يفسخ يدفع اتنين مليون دولار الفيفي قال لك التحجات ده ملوش دعوة بالموضوع لانه اللاعب مضيله على ورق فالقصة كلها والكورة كلها بقت في ملعب اتحاد الكورة اتحاد الكورة بيدرس وبيناقش هل في جديد؟ لا هل اتحاد الكورة وارد يصدر قرار ضد النادي الاهلي؟ وارد وارد اتحاد الكورة مايردش عن نادي الاهلي؟ وارد طب الموقف ده اللي الاهلي بيشوفه الاهلي بعد كل القصة لاتحاد الكورة ولجنة شؤون اللاعبين في حالة عدم صدور قرار الأهلي هيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية الكاس التابعة للفيف وبالتالي الأهلي بيجهز ورقه بخصوص ملف عبدالله السعيد وحقيته في الحصول على 2 مليون دولار طيب ده بس لا الأهلي ليه مليون وخمسمائة ألف دولار عند عندية الصفاقسي التونسي مليون وربعمائة ألف عفوا عند عندية الدوري التونسي أو عند الدوري التونسي أو عند ناديين تونسيين بشكل محدد مليون وربعمائة ألف دولار الأهلي ليه هذا المبلغ عند نادي النجم الساحلي التونسي بسبب الهارب كوليبالي والأهلي بيناقش الملف ده مع المحامل سويسري مونتيري علشان يتم مخبط الكاف كمان الأهلي ليه مية ألف دولار من نادي الصفاقسي التونسي ده الباقي من مبلغ تم ارسله بالخطأ بشأن صفقة أرجعيه فالأهلي برضو عايز ياخد المية ألف دولار ما كانش يلجأ للفيفا فبيشوف مع الشرون القانونية القصة توصل إيه مليون وخمسمائة ألف دولار مليون وربعمائة عند النجم ومية عند الصفاقسي كمان الأهلي كان أرسل خطابا للاتفاق السعودي عايز قيمة القصة الأخير من وليد أزار اللي هو مية ألف دولار والاتفاق السعودي متأخر في إرسال المبلغ فالأهلي يبعط جواب تاني يا جماعة التأخير جاي منين لأن الأهلي عايز يبعط أربعين ألف دولار لفريق الدفاع الحسن الجديدي اللي الأهلي يبعط لهم جواب ولهم ما تلووش فلوسكم خلال أيام اللي هي لعشرين في المية من قيمة إعارة اللاعب إعادة إعارته أحقية ليكم وليكم الحق فيها وهيدها لهم هو ده تفكير النادي الأهلي دايما طيب الأهلي كمان بالمناسبة أفضل شعار صحيفة الماركة الأسبانية عملت فوتنج وتصويت لأفضل شعار وكان موجود فيه النادي الأهلي من ضمن ثلاث أندية عربية الأهلي ونادي رجاوة الوداد المغربي الأهلي هو متصدر الترتيب الجماهير الأهلوية زحفت ورغم أنه حصل كده تهنيجة في الموقع لكن النادي الأهلي يتصدر المرتبة الأولى في استفتاء الماركة الأسبانية كأفضل شعار لنادي كمان مش كده وبس يعني يمكن من ضمن الأخبار برضو المهمة أن النادي الأهلي هيبدأ خلال الأهم القادمة يشوف موقف بهر المحمدي إيه ويبدأ يحط له حلول وبدايل لأن زي ما حضراتكم عارفين الأهلي عايز يجيب باهر المحمدي وباهر المحمدي من اللعيبة المرشحة للنادي له وباهر المحمدي مرحب بس فيه تخوف أن الإسماعيلي ما يوفيش في الصفقة تتأجل فلا لا يبدأ يحط بدايل كمان ملف المعارين من ضمن الملفات وإحنا قلنا أن مستر فيلر مقتنع بدرجة كبيرة بعودة أكرم توفيه محمد شريف الليفل اللي بعدها مقتنع بعودة محمد عبد المنعم ولجنة التخطيط بالطالب مستر فيلر بتقوله إيه رايك في عمار حمدي وإيه رايق في ناصر مهر وفيه تفكير في ناصر مهر إنه لعب كتير وعنده خبرة وإيه لما يرجع يقدر يدي بشكل مهم جدا طيب هتكلم كمان على بعض الأمور لكن خليني طبعا مهم أنا بشكر كل الناس المخترمة اللي بتبعت لنا رسائل وكل الناس بريزنتيشن طلعت بيان ردت على ادعاة نادي الجونة لكن خليني أوضح برضو بعض الحاجات بخصوص يعني ملف كهرباء لأنه من ضمن الملفات لدى الفيفا وأن المحامل سويسري منتيري بيأكد للنادي الأهلي إن ملف النادي الأهلي وموقف النادي الأهلي قانوني قبل التعاقد مع كهرباء وإن التعاقد معاه تم بإجراءات واضحة من الجميع كمان الأهلي بيتابع ملف إصابة كريم ندفد من ضمن الأخبار الموجودة مع حضراتكم الأهلي الحمد لله فيه مواحي إيجابية في المصابين سواء حمدي فتحي أو محمد محمود أو سعد سمير والثلاثة بالترتيب كده حمدي فتحة لآخر خمسة تشعر الله يكون موجود في التدريبات أوائل ستة نص ستة سعد سمير وحمدي فتح يعني حضراتكم بتتكلموا كمان شهر من دلوقتي يعني كمان شهر ونص بالكتير التلاتة ممكن يكونوا موجودين في التدريبات لكن كريم ندفد الأمور مش واضحة فالنادي لألي بخلي كريم ندفد شغال في برنامج علاجي وتأهيلي وعلى نص شهر خمسة هيعمل ستوب ويقيم حالته ويشوف هل محتاج للجراحة ولا لا وفي تواصل مع بعض المراكز الطبية وخبير ألماني بيتم إرسال حالته لكن هنشوف القصة هتمشي إزاي هو كريم ندفد كان طبعا أفضل له يسافر لكن مع توقف الدنيا الأمور مش واضحة طبعا إيفونا نزل صورة لمغازلة كماهير النادي الآلي وقال لهم لا تفقد الأمل صورة يعني كان في إحدى المباريات ليه قال لا تفقد الأمل أبدا عندما تختفي الشمس تظهر النجوم مالك إيفونا من الفراودة للنادي الآلي دايما أكيد 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 بيقدرهم طيب موقع ترانسفر ماركت عمل يعني أو إحنا بنتابعه بشكل دوري فبيت أبص كده على القيم السوقية للعيبة كلها في النازل لو بصنا كده أغلى لاعب من حيثو القيمة السوقية الماركت فاليو أغلى لاعب أهلاوي هو رمضان صبحي رمضان صبحي قيمته تلاتة واثنين من عشرة مليون يورو رمضان صبحي موليد سبعة وتسعين أغلى لاعب في النادي الآلي من حيثو القيمة السوقية تلاتة واثنين من عشرة مليون يورو يجي بعديه محمد الشناوي بواحد وسبعة من عشرة مليون يورو محمد الشناوي واحد وسبعة من عشرة مليون يورو موليد تمانية وتمانين بعد كده علي معلول اللي موليد تسعين بواحد واربعة من عشرة مليون يورو بعد كده عمر السلية بمليون واثنين من عشرة مليون يورو مليون واثنين من عشرة يورو بعد كده كهرباء بمليون واثنين من عشرة يورو بعد كده افشة بمليون واثنين من عشر يورو بعد كده حسن الشاحات بعد كده عزيه ببردو بنفس القيمة مليون واثنين من عشر يورو يعني قيمة السولية السوقية زي زي قهربة زي 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 افشا زي زي حسين الشاحات زي زي ناجيري جون يور عجاية بعد كده يجي بالترتيب ايمن اشرف ومران محرسن واحمد الشيخ واليوباتجي قيمت الصوقية 800 الف يورو ساعد سامير كلهم محطوط عليهم سهب بالرد كده انك نازل سهب باللون الاحمر الاسعار كلها في النازل ده في العالم كله بس وليد سليمان قيمته ربعمائة الف يورو والماركت فاليو بتاع اللعيبة يا جماعة هي معادلة معادلة بيشارك قد ايه سنه قد ايه بيبدع مطشات قد ايه جابهدف قد ايه اصاباته عاملة ازاي معادلة بتخش فيها القيمة السوقية للعب طيب من اقل اللعيبة طبعا مصطفى شبير حارس المرمى قيمته خمسة وعشرين الف يورو طيب لو بسيط على محمد صلاح اغلى لاعب مصري هتلاقي برضو سعره في النازل نازل لمية وعشرين مليون يورو محمد صلاح قيمته السوقية نزلت انا بتكلم عن اللعيبة المصريين مية وعشرين مليون يورو اللي بعديه على طول مين بقى تريزيجية تمانية مليون يورو طبعا تريزيجية سعره نزل بقى تمانية مليون يورو بعد كده احمد حجازي تلاتة ونص مليون يورو احمد حسن كوكا اتنين واربعة من عشر مليون يورو يبدأ الشناوي يدخل مليون وسبعة من عشر مليون يورو والسولية مليون واتنين من عشر يورو نفس قصة طارق حامد من الزمالك وكهرباء وقفشة والكلام ده كله. فحتى محمد صلاح المية وعشرين مليون يورو قيمته السوقية بتنزل واعتقد في ظل فيروس كورونا وجناحة كورونا الامور اه للأسف كل اسعار اللي عيبة بتنزل وكل بتاعتهم بتنزل. فطبعا دي حاجة اكيد بالضايق ولكن احنا آآ عندنا امل ان الامور تبقى احسن واحسن والفترة الجاية بازن الله تبقى افضل وافضل بس اهم حاجة الامور تعدي على خير وربنا بس يهدي النفوس وان شاء الله الامور تبقى احسن واحسن. برضو عندي مضمن الاخبار مجلس ادارة النادي اللي خلال ساعات هيكون فيه اجتماع لمناقشة تنمية موارد النادي بخلال حلول غير تقليدية حلول غير تقليدية. نادي الكل الاندية في هذا التوقف متضررة ماليا. ومع ايقاف النشاط الرياضي او مع الغاء الدولي هتتضرر اكتر. فالالي عايز يبقى سابق خطوة. وقدر يشوف اجيب تمويل منين. في نفس الوقت الالي كان بيعمل هيكلة لقطاع الناشين ربما وفت الايام دي. لكن الفترة القادمة هيكون فيه تنسيق ما بين ميستر فيلر وكابتن فتح مبروك مدير قطاع الناشين. بل كمان ان المغربي الشعيب محلل الاداة اللي في الجهاز الفني الميستر فيلر ابتدى يشتغل على بعض اللعيبة في قطاع الناشين. والفترة جاه يكون لي دور في متابعة قطاع الناشين. ويقدم توصيات ببعض اللعيبة في قطاع الناشين. وده اللي النادي الاهلي عايز ينتهجه في ظل المغالاة في اسعار اللعيبة. لكن يمكن النادي الاهلي يا جماعة بس عشان نص برضو اللي بطول الصفقات والتدعمات. النادي الاهلي مش هياخد قرار طالما ان الدوري هيستقنى. طالما ان في دوري وبطولة هتكمل. فمش هيقدر يدي قرار نهاية طالما المعارين يفضلك انا هرجع المعاردة وكررت. وجاله اصابة لقدر الله. فانعصدي ما حدش هيقدر يحسم الموقف غير لما الامور تكمل. ما عاستمرار الدوري والدنيا تمشي بس الاهلي من دلوقتي بيبدأ يحط روتوش ويبدأ يحط اخطوط عريضة. لكن الموقف لن يحسم سوى بتدعمات او ملف معارين او صفقات او استغنات او 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 او. الا الا لقدر الله تم اتخاذ قرار خلاص. انغاء الدوري العام. طالما انت بتكلم على مسلم جديد هيبدأ. يبقى من دلوقتي بقى اخوت قرارات هنجيب ده هندعم ده هنجدد ده والدنيا هتمشي. فالاهلي بيستعد لهذه الخطوة تحسبا لو حصل. لكن النادي الاهلي وكابتن ساد عبدالحفيز مدير الكورة اكد لينا والعميد محمد مرجان المدير التنفيذ في تصريحات رسمية اكد بان النادي الاهلي يسعى بقوة لعودة الدوري العام. وان عودة الدوري العام لمصلحة الجميع. وان النادي الاهلي متقبل اي وجهة نظر في شأن عودة الدوري العام. وان النادي الاهلي منتظر هذا القرار لمصلحة الكورة المصري. نتمنى نشوف الامور هتوصل لفين? وخلينا نتبع مع حضراتكم كل هذه الملفات. نتمنى يا رب نكون عند حسن الظن وتابعونا دايما بشكل مستمر. ويا رب يا رب نكون موفقين فيما نقدمه. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. شكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.